السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي هذه كلمة توضيحية خاصة بإمساكية رمضان جاءتنا بعض التساؤلات من الناس لماذا الوقت يصعد بدل أن ينزل بشكل تدريجي يصعد من يوم خمسة خمسة ليوم اتناشر خمسة وهذه الإمساكية التي نتحدث عنها الآن إمساكية شهر رمضان وقت رمضان المفروض بدل ينزل في الفجر ويصعد في الإشاء وجدنا هنا لمدة أسبوع من يوم خمسة خمسة لتناشر خمسة يصعد الوقت كل يوم لمدة خمس دقائق الفكرة وراء هذا الصعود في الموقيت هذه الأوقات أيها الإخوة بنيت على البحث الميداني وتم رصد الفجر والإشاء لمدة عام كامل وبذلت جهود كبيرة جدا في هذه الموقيت ونحتسب على الله عز وجل أن تكون هذه الموقيت صدقة جارية لكل من بذل فيها جهدا أو سعى فيها سعيا أو اجتهد فيها اجتهادا عندنا السنة كلها إخواني اتناشر شهر منها تسعة أشهر تقريبا فيها علامات موجودة للفجر والإشاء فضبطنا الأوقات على وفق هذه العلامات الموجودة وجدنا في فترة الصيف اللي هي من واحد خمسة لواحد تمانية وجدنا أن نزول الأوقات بالشكل الطبيعي في فترة غياب العلامات ستكون فيها من الصعوبة على الناس ما فيها يعني يصل الفجر للساعة واحدة ونصف وتصل العشاء للساعة اتناشر ونصف فهذا فيه صعوبة جدا على الناس بدون داعي طبعا لأن علامة الفجر والعشاء هتكون مفقودة في هذا الوقت فماذا فعلنا؟ قدرنا بساعة ونصف بين المغرب والعشاء وساعة ونصف بين الفجر والشروق في الفترة من بداية من 12-5 لمدة 3 شهور وحتى أوضح أكثر أي السبب في عملية الصعود هذه لمدة أسبوع الفرق بين الفجر والشروق إخواني يوم 12-5 عفوا يوم 1-5 الفرق بين الفجر والشروق يوم 1-5 هو عبارة عن ساعتين وعشرين دقيقة ساعتين وعشرين دقيقة الفرق بين الفجر والشروق طيب إحنا نريد أن نضع ساعة ونصف عندنا فارق خمسين دقيقة خمسين دقيقة بداية من يوم 1-5 منفروض ننزلها لحد يوم 12-5 فماذا فعلنا؟ وبدأنا بالتدرج واضطررنا للحصول على هذه النتيجة أن يصعد الوقت بداية من يوم 5-5 ليوم 12 لمدة خمس دقائق كل يوم طيب هل هذه الخمس دقائق أو هذا الصعود هل يؤثر على صحة الصوم والصلاة أبداً لا يؤثر لماذا؟ لأننا الآن في فترة العلامات الشرعية توشك فيها أن تغيب تسمى فترة الاضطرابات اضطراب العلامات أو فترة الاضطرابات الفلكية بمعنى أن العلامات خريباً جداً يوم 18-5 تغيب من الدنمرك بحيث لا يوجد وقت الفجر ولا وقت العشاء في الدنمرك وبالتالي قمنا بهذه المسألة فليس هناك خطأ حسابي ليس هناك في الموقف خطأ مطبعي لكن هناك صعود متعمد فعلناه والهدف منه عدم تقصير الليلة على الناس طالما العلامة غيبة طالما فيش علامة الفجر والعشاء أو توجد أن تغيب ما الداعي أن نجعل الفجر يصل للساعة 2 مثلاً أو أن العشاء تصل للساعة 12.5 وبالتالي ضبطنا الفارق بساعة ونصف لتحقيق هدف التيسير على الناس هذا الصعود ليس له أي تأثير على صحة العبادة وهو ضمن فترة الإجتهاد التي تغيب فيها العلامات وتحتاج إلى التقدير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيام رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه عننا وأن يوفقنا لكل خير وأن يصرف عننا وإياكم كل سؤون وشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم